سوف نكمل الفصل الرابع Energy Balance for Gloss Systems هو أصلاً الفصل الفصل هو أنوانة Energy Analysis for Gloss Systems فإحنا نتقيه بالEnergy Analysis أخذنا المقدمة إلى فإحنا نتعلم كيف نربط الـ properties من كل state بكمية الطاقة التي يحتاجها حتى يتحول من state إلى آخر التي أكبر أن يستفاد من عندها بالصراعة Energy Balance for Gloss Systems قبل أن نبدأ إلى لاحظاتها أترككم بالفورمات اللي هو First Law of Thermodynamics Energy Balance قلنا الفصل هو أن معدل التغير في الطاقة الداخلية يساوي معدل الطاقة الداخلة يعني منية Energy الداخل والخارج إلى حق المنظومة معدل التغير في الطاقة الداخلية Internal Energy Change the Internal Energy اللي هو عندي إلى علاقة بالزرية للمادة والطاقة الحركية والطاقة الكامنة زايدة إلى الطاقات أخرى عندي لكن هذا الثلاثة المعروف عندنا بـ Thermodynamics التغير بهذه الطاقات يساوي عندي إلى الطاقة الخارجة ومثل ما نذكر الطاقات الداخلة والخارجة إنه علاقة بإنتقال الكدلة حرارة وشغل وإنتقال الكدلة الفورم هذا الترتب أو الطاقة راح يطلع عندك لقاتة نهاية كلها بالكيلورجول أو بالجول نيوتين متر لكن إذا أنا أريده كمعدل زمني يعني أريده أعرف أقول جول على سكن أو أتعامل ويا الدوت الدوت كلمة أي شيء مفروع للدوت بالرياضيات يعني مشتق بالنسبة للزمن حصرا فإحنا من أجيه أشتقل الزمن أو أتعامل ويا تغير ويا الزمان يتحول عندي إلى واط يتحول عنده واط وهذا إذا أخذت المعدل الزمني للتغير بالإنترنان يأتي أيضا راح يتحول عندي إلى واط فالنتيجة النهائية يصير يديه بالواط ونفس الـ نفس الشيء تقاطق قسم على الزمن إذا أنا إذا أحل بالنسبة بالواط وإذا رجع للكيلوجول لازم أخذ فترة زمنية معينة حتى أقدر أحولها للجول الجول أقدر أحولها للواط لا أقسم على الجمن لكن من أحول من الواط إلى الجول كأنه أكامل فأحتاج أعرف المدة الزمنية اللي أنا أريد أشتغل بها فبالتالي مثلا إذا أريد كمية الحرارة النية الداخل والخارج كل كمية الحرارة الداخلة خلال فترة زمنية معينة في هذا الفترة نفس الكلام بالنسبة للشغل والطاقات الداخلية إذا أجد هذا الفورم بدل مع قسم على الزمن قسمت على الكيلوغرام أو على وزن الكتلة يتحول عندي إلى EN-E-OUT delta-E-System ال-EN هي الكمية الحرارات الكمية الحرارات والأملية الداخلية ونفسها من الإمال الخارجة لكن بوحدة الجول لكل كيلوغرام وحدة الجول لكل كيلوغرام ويدرج بعد فوربس لهذا الشكل لهذا الإقوائش الرئيسي إذا أريدها كدفرنشيشن يعني أريد أشتغل مثلا إذا أخذ حيز من هذا وأشتغل واردها طلع قانون جديد بها اقدر استعمل هذا على مستوى الشريحة فالطاقات الداخلة طاقات خارجة يصير طاقة ذلك الشريحة. اذا هذا اريد بالجول اذا اريد بالجول نفس الشيء اقسم هذا على الكيلوغرام فهي عندي حسن الفيرس لوف دينامي في فورمات هواية حسب التطبيق الى الكتريكة. بالنسبة للسيكل يتذكرون ان كل كان الى حالات خاصة هذا الفيرس لوف ديناميكس اذا كان عندي اوپن سيستيم كان الى شكل خاص به اذا كان تغيير شكله وقلنا بنصرين دي سيكل يعني الستيت يعبر الى مجموعة ويرجع الى نفس النقطة اللي بدأ به هناك الضلت تغيير بالطاقات الداخلية اللي العلاقة بالانترنال والكانات كوفيتشين كل يساوي صفر. بمعنى انه الطاقة الداخله يساوي عندي طاقة خارجة ما راح يكون اي علاقة الى طاقتك ذلك السيستيم بشرط انه السيستيم يكون عندي سايكوليك. فالو يساوي ويرجع الى ويرجع الى الام lod.qn أو يكون عندي بIII.qn أو w.net أو او سايو w.netn يكون عندي أو بالجول او بالوعد في الكلام يطلع نفس الشيء اذا نريد نتعامل بشكل ابسط من هذا المعادلة ولا هي هذا الحالة الرئيسية حتى سرح شوفوا بالأسئلة من أحل أبدي من هذا دائما لكن بالكتاب محاولة إلى هذا الشكل محاولة إلى هذا الشكل إذا تذكرون قلنا الطاقات الداخلة والخارجة للمنظومة إلا علاقة بثلاث أنواع من الطاقات لا رابعة لها إلا علاقة بالحرارة والشغل والماس الماس الداخل والخارج والمظرومة هنا إذا قلنا الحرارة سمينا Q الحرارة سمينا Q فأقول الحرارة يسمي Q net N هو اللي يشوف الفوزطة من عندها الشي الموجه من عندها يقول كمية الحرارة الداخلة منص كمية الحرارة الخارجة فالQ سمي Q N minus Q R هذا الأعلى بالحرارة الـ W هنا الشغل الـ W W يساوي عندي W net out يساوي عندك W out minus W تشوف هذا عكس هذا ليش العكس له وهو أكو بإشارة سالم هسا راح أشوف فالحرارات الداخل الحرارة Q net يعني حرارة داخلة والخارجة الداخلة أخذها موجب والخارجة أخذها سالم الموجب أنا كتسبة يعني أستفاد من عندها الخارجة أنا داخل قدر نفس الكلام بالنسبة للـ W نفس الشيء أخذناه بالفصل الثاني إتعامل ويا ذاك الشيء خذها على نفس المنوال ونفس الحل فهنا المعادلة هذا الفيسلوف ثرومو دايمانيكس يكتبها بشكل مختصر بهذا الشكل Q minus W ساوي ضلط عيب ساوي ضلط عيب وهنا ديت أعمل ويا closed system فما يأخذ الجزء المتعلق ويا الماس ما يأخذ الجزء المتعلق ويا الماس هو مبايد من اسمه closed system سما عندك ماس ما ديت غير اللي بالنسبة لهذا المنظم فساعد عندي Q in minus W net out ساوي ضلط عيب أو Q minus W ساوي ضلط عيب هذا تعريفا والW هذا تعريفا لين حتى أقدر أطبق هذول القاعدة يعني تحتاج تحفظ هذا أو تذكر الشيء اسمه sign convention اللي تفاقية الإشارات energy balance with sign convention هنا يقول heat in heat input أو heat in and work out are positive أو heat in positive work out positive heat out and work in or negative هذا عندك work out إشارة سالب و W in أيضا إشارة سالب لأنه هذا أنا أخسرهم فإما تحفظ هذا أو تذكر هذا القاعدة الحرارة الداخلة والشغل الخارج positive الحرارة الخارجة والشغل الداخل negative زر زر بعد أن نربوط عندك إياه هنا كله general form q-w equal to delta energy إذا عندك system stationary system stationary بمعناه potential والكينانتك يصبح عندك سفر بالنسبة الجزء الأيمن فعندك فقط يصير إلى علاقة فقط delta u فقط عندك delta e تحول إلى delta u سوف نعرف الضبط e عبارة عن internal energy زائد kinetic energy زائد potential energy لكن المنظوم من سرعه stationary potential وكينانتك ما رح سرعه فقط سرعه internal energy الثلطة u اللي أيضا تعملنا وياه بالجداول تذكرون تعملنا وياه specific volume internal energy اللي هو وكذلك التعملنا وياه الـ H نفس هذا المعادلة إذا أخذ per unit mass فقط قسم على mass فيصير عندي q small letter و w small letter و e إذا أريد أتعامل وياه هذا المنظومة إذا differentiation فقط أضيف لها d من كلاء المعادلة في تذكروا هذا الكلام هذا المعادلة صح يصير عندي system closed المعادلة ما عندي أي علاقة بالماث أي كمية الماث الداخلة والخارجة ما عندي علاقة فهذا الفورم يشتغل عندي بفصل الرابع لأنه إلا علاقة فقط بالclosed systems أو control volume راح يطبط عليها هذا القاعدة هذه القاعدة هي القاعدة الأساسية لل cross systems إذا عندي system multi cycling cycle delta energy ال N راح يصير عندك 0 هذا جزء يصير 0 بمعنى Q يساوي W مثلا عندي هذا ال state هنا هذا ال state مارد ب مجموعة 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 ال state إذن كمية الطاقة التي يكتسبها بالرجوع إلى نفس ال state فإذن delta E ساوي 0 بمعنى Q ساوي T double أذكركم بشيء حلو إنه official of thermodynamics كتسمية موجود لحتمك رياضيا ما يقدرون يثبته can not be proven not necessarily طبعا إحنا بالنوع رياض إحنا إنه حق نثبته باتجاه نثبته رياضيا إذا ما قدر من نثبته رياضيا نجي نصيل أبروج إنه نطبقه بالحياة ونشوفها مليار مليارية مرة ونشوف كل مرة نشوف النتيجة إذا أطبت أقدر عليه أكبر أقول عليه إنه هذه هي نظرية لكن أهل الفيزياء يكرهون هذا الشيء أو صاحب الرياضية إذا يكرهون هذا الشيء إحنا كمهندسين نطيم علم نفسه هذا الحق واحدة من حقوق واحدة من النتاج من هذا الحقوق إنه first law of thermodynamics ما من دانقبتة mathematically لكن no process in natural أثبتنا إنه ما كو عملية أو process ضد طبيعة ما يطبق عليه first law of thermodynamics فإذا صار عندي theory صار عندي theory in natural is known to have violated violated يعني يكسر هذا القاهدة first law and this should be taken as a sufficient proof يعني ما دام ما عندي أي process بالترون يكسر عندي first law of thermodynamics إذا أنا أتبتل إنه هذا كلش كافي كبرهان إنه first law of thermodynamics شيء صحيح نجي إلى energy balance هسا كان عندنا هذا هو القاعدة الأساسية first law of thermodynamics يشمل open and close جميع النواع الحالات يعني general 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 لكن إحنا بدنا تعمل ويا closed system تحول شكل بهذا الاتجاه إذن هذا صار حالة خاصة من first law of thermodynamics is the closed systems لكن closed systems أيضا بحالات خاصة مثل ما شبنا إذا عندي cyclic أو إذا عندي ال properties واحدة من علي يظل عندي ثابت اللي هو constant pressure for example constant pressure constant isothermal isobaric هذا كل أخذنا كل واحد سيكون إلى حالة خاصة بها أكثر أخصص هذا القانون العام بعد أكثر من يجي إلى energy balance for a constant pressure expansion or compression process هنا the expansion compression process المفروض هذا يضيف لأيضا أنهم closed system لأنه عندي piston مثلا piston cylinder device يدخل بكتلة ويخرج منه كتلة أيضا فقال يتقل تحت الضغط ثابت فالمفروض أنه يضيف لكلمة إنه closed system ولا هو يدرج حول المفروض 4 closed system فهو يأخذ constant pressure expansion or compression process for closed systems هذا الشيء اللي راح نشوفه هنا بس راح نشرحها بالمثال بالكامل فما راح ندخل بي حيثيات إحنا وضح إحنا بالمثال بعاد أكثر زين إحنا راح نريد قرأي general analysis for a closed system closed system undergoing يعني يتحكم به quasi-equilibrium constant pressure process Q is to the system W is from the system okay هذا الكلام هذا الكلام هذا الكلام حسنا راح نشوفه بمثال أيضا مثال حي هذا الكلام هون expansion against a vacuum يعني التمدد ضد vacuum involves no work and thus no energy transfer and then I will say إذا كان عندي مثلا عندي هذا الكلام هذا الكلام إذا تحرك إلى vacuum vacuum من وحداته إنه ما بي مادة ما بي مادة الكتلة يصابي 0 و pressure بي سابي 0 وأي نوع من أنواع نيرجي ما بها إذا خليت مثلا هذا الماء ديصير بي expansion إلى vacuum حتى عندي volume دي تغير لكن ما راح سر بي work مثلا راح شوف هذا الكلام هذا الكلام أيضا جدا مهم هذا الكلام بالتخرف وترى نعم على المنزل الفوضي لفوضي الكلام من خبر نعم هذا الكلام ايضا الكلام هذا الكلام مهند هذا الكلام أتكلم بهذا الكلام هذا الكلام هذا الإكسبروشن أيضا راح نشوفها بالمثال اللي هو نتيجة هذا خلينا ندخل للأرسلاء أحسن عندي على هذا الموضوع ركزوا في هذا الموضوع راح نربط راح نربط اللي شي اللي تعلمناه بالفصل الثالث اللي نجيب البروبرتيز لكل ستايل الشغلات التكنيكات اللي غادرها بالفصل الثالث راح نستعمله هناك الطول يعني كتحصيل حاصل أنت المفروض بالفصل الثالث وضابط الأمر بشكل جيد هتجيب الفصل الرابع تستعمله بشكل سريع تطرف نفسك تستعمله بشكل سريع لأنه قد تستعمل التابل خمس ست مرات بالسؤال الواحد لأنه عندك خمس ست ستيتات يعني عندك ستيت سايكلين يعبر بستة سبع ستيتات بشكل كامل لأنه نرجع لنفس النقطة تقدر تستعمل التابل بكثرة حتى تعرف البروبرتيس لكل ستين شوية شوية راح تتدرب مثل ما راح تشوف بهذه الأسئلة هنا هنا سؤال أربعة أربعة التسبيط Surxpension of a Gazz against a Sprig Piston Cylinder Device contains شوفوه هناع عندي Piston Cylinder طبعاً ما دام وفصل الرابع هو Closed System ما بيه الدخول الكتلة ما بيه بغير عدي Pistons Delivery Device Contains 0.05 متر مكعب of gas هذا دا يحوي بطبيعة 0.05 متر مكعب من نوع من الغاز الغاز نوعية ما مطين اياه ما دام ما مطيك نوعية المادة لازم نطيك ال Properties حتى تعرف شنون دا تتلعب بيه لانه ما عندك ما لك حق تستعمل الجدول لانه ما دا ما تعرف فانتذكرون كل state او كل process لازم اعرف اي مادة دا اتعمل ويها عامي وعرف ال state مالتا حتى تقدر استعمل الجداول بها وبالعكس فهناه الغاز قائل غاز إذا ما نطيني غاز إذا لازم نطيني properties فيقولها الغاز حالة مالتا غازية انشالي الضغط به 200 كلاب فاسكال في هذا الحالة بعدنا ما عظيم الحالة جديدة بعدنا من نفس الحالة في هذا الحالة في هذا الحالة يعني دا يولد ما دا يولد اي نوع من الانواع الفورس على هذا البستن حسا صار بهذا الوضع بدنا نضخ حرارة لهذا المنظومة يعني بدنا نسخن يعني هي تسترانسفير من الغاز يتسخن يتمدد من يتمدد الضغط ايضا يتبدل بها تسترانسفير يعني بدأ الغاز يتمدد بدأ يضغط على البستن البستن هذا ليفو موجود بسبرينج فبدأ السبرينج بدورة يضغط على السبرينج البستن بدأ يضغط على سبرينج من بدأ يقض على السبرينج صار بالسبرينج صار الحجب داخل البستن داخل هذا البستن صار مرتين اكبر من حجم دقائية لما نعني صار عندي 0.1 متر مكاعد هسا إذا المساحة المقطعية للبستن 0.2 متر تنبيع يريد من عندي تسترانسفير مجموعة داخل المنزل ونحن نسده نسده من هذا الوقت تساعد البرينج لأفضل سوف هنا إذا المنظومة هنا لم يكن بكثير على السبرينج لم يكن بكثير على السبرينج كلام السبرينج لم يزيد من الزباد وما دايحة على وزن البستنج وزنة نسبة الى الضخوة الطاقة الموجودة بالمنظومة صفر يعني مهمة عند اذن هذا الحركة تقدر تدور عليه هل لنا سؤال الثالث او الثالث او الثاني هذا بالواقع الطبيعي بالاسلة اقول لك ترى البروزيز ايزوباري حتى ما تخططها لكن اذا هذا شيء ما موجود لك والمنظومة ما حاجة اي شيء عن الوزن البستون ولا حاجة اي شيء عن السبرينج وسرح نشوفها كم نلاحظها اذا هذا البروزيز هي لكن هذا السؤال بسبب وجود السبرينج السبرينج يغط على الغاز فالغاز يضطي ضغط اكثر حتى يقدر يكبس هذا السبرينج ويزيد الحجم على البستون يصير انتك دابل هذا البروزيز بوجود السبرينج انه دا يقول لك ترى الضغط الغاز دا يزيد ضغط الغاز دا يزيد نبدأ بالمطالب الأول نبدأ بالمطالب الأول اللي هو بالمطالب الأول طبعاً اذكككم من طني الغاز من طني الغاز ما عرف اي شيء ما نبدأ استعمل الجداول أبدأ قول بل تقلى الضغط في الثانية انه الشيء اللي يعرفها انه الحجم الثاني الحجم مول الحجم النوعين الحجم الثاني بالستيت الثاني بالحالة الثانية هي مرتين أكبر من الحجم الأول هو اللي يقول بسؤال فأجي عندي الحجم القداية أضربها في اثنين يطلع عندي حجم الثامن حسا ما دام الحجم تغير أكيد أكيد البستن صار بي إزاحة هذا ماري مجال صار عندي البستن صار بي إزاحة مقدار هذا إزاحة البستن هو نفسه مقدار اللي ينكبس به السبرينج بش قد السبرينج ده ينكبس أو ده ينشد بيها سقدار تغيب الفوليوم أنا اللي أعرفها إنه إذا أضربت المساحة المقطع في الطول أو في الارتفاع يمطني حجم صح؟ هذا اللي أعرفها زين أنا ما عندي إزاحة فأقول الإزاحة في مساحة المقطع يساوي التغير بالحجم أو أقول الإزاحة يساوي التغير بالحجم على مساحة المقطع لماذا يقول هذا الشيء؟ لأنه الدلتا فوليوم موجود عندي V2-V1 اللي يدع عندي بورت أو خمسة هي بسؤال 0.25 متر مربع راح يطلع عندي الإزاحة إزاحة كالمقدار هذا إيش قيد الإزاحة؟ يعني البستن يتحقق 20 سنتيم للأعلى أو باتجاه كبس السبرينج فبالتالي السبرينج كبس أو صار به انضغار بمقدار 20 سنتيم أقدر أعرف إيش قدر القوة بعد هذا السبرينج لذلك المقدار الإزاحة في السبرينج سوف يطلع قوة هذا القوة هو قوة السبرينج اللي هو 30 كيلونج 30 كيلونج 30 كيلونج هذا يمتع هذا من نزاح 20 سنتيم لكن كان القوة الموجودة في السبرينج أيضا كان صفر إذن بالبداية من كان القوة صفر كان الضغط 20 كيلونج كان الضغط 20 كيلونج لكن الآن الحجم صار به مدين أكبر ما دام الحجم كبر بمعنى الحجم هذا من كبر أنت قوة للسبرينج السبرينج صار به قوة إذن لازم الغاز هذا في الضغط 20 كيلونج لازم يولد ضغط كافة يتغلب على هذا 30 كيلونج يعني يقدر يضغط هذا القوة التي تكتب لك هنا هنا The additional pressure applied by the spring by the spring On the gas at this state يعني state final state final دي سارع عندي دي سارع عندي القوة اللي وجدتها 30 كيلونج أنا مساحة المقطعية تلني ضغط هذا ضغط 120 كيلونج هذا 125 كيلونج المفروض الغاز يضيفه إلى 200 كيلونج من البداية حتى يقدر يضغط السبرينج حتى يقدر يضغط السبرينج فمن ربطة هذا الكلام أقدر أقول أنه الضغط النهائي بهذا المنظومة هو يساوي الضغط البداي زايده يشكد الضغط الآن يحتاجه حتى يتبس السبرينج فهي سارع عندي 200 زايدا 120 ويسارع عندي 320 كيلونج أو حليت السؤال بدون ما أرزع على الجداول لأنه أصلا ما أعرف شو من نوع الغاز ما أعرف شو من نوع الغاز ما أعرف شو من نوع الغاز Without the spring the pressure راح أكتبك كملاحظة إذا ما عندي the spring the pressure of the gas لأنه البستن وزنه مهمل فهي سارع عندي 200 كيلونج لكن بسبب وجود spring لا مفروض هذا الغاز يضطي أو يزيد ضغطه عن الضغط 200 كيلونج حتى يقدر يكبر حجم السلتبر فاستفادت من هذه الإشارة ومن هذه الملحوظة قلت اوكي الضغط النهائي يجب أن يصوي ضغط البداي زايدا اشداد الضغط من السلتبر قوة السلتبر على مساحة المقطع ما للسلتبر وعرفت الضغط النهائي 30 كيلونج مدام صار عندي تغير بالحجم هنا إذا جيت أخذت مدام عندي قوة سلندر إذا امري بحاجة من المحوظة عنددي بداية هذا التصل جدا مهم الباوندري ما للمنظومة يتحرك حتى يصبح عنددي شغل أو ما أسمى موينج باوندري وورك هنا اتحقق عنددي هذا الشرط اتحقق عندي هذا الشرط خط الباوندري في هذا الشكل هذا الباوندري يتحرك للاعلى إذا الباوندري يتحرك عندي لهذا السيستر إذا صار عندي باوندري وورك هذا الكلام سأقوم بعمله على شكل رسم كان عندي الحجم بالبداية 0.05 متر مكاعد والضغط 200 كلاب باسكال هذا موجود إلي بالسؤال الحالة النهائية صار عندي الحجم 0.1 متر مكاعد والضغط مثل ما حسبنا صعد إلى 320 كلاب باسكال هذا PV داياجرام هذا PV داياجرام مثل ما أسلفت PV داياجرام مستخد هذا موجود في هذا الشكل هذا هو الشكل بالPV داياجرام under these two states هذا الوال هذا الوال هذا الوال هذا الوال ذكرون أيضا قلنا بالPV داياجرام بالPV داياجرام المساحة تحت المنحني هو يمثل عنده الوارك باوندري وارك باوندري وارك باوندري وارك ذكرون هذا الكلام إنهو باوندري وارك باوندري وارك المساحة المرتبطة بثبوت الضغط هو هذا المساحة هذا متاعه رقم واحد هذا اللي تشوفو باللون الأخضر هذا عندي الضغط يظل عندي 200 كلاب باسكال لكن السبرينج السبرينج بيضيف مساحة أخرى يعني لازم أنا يشتغل ضد هذا السبرينج هذا المساحة الفوق اللي فوق اللي بيصير به الضغط يبدأ يتغير بشكل خطي لأنه عند السبرينج شكل خطي نقطة هذا المساحة هو الشغل الإضافي حتى تخلب على قوة السبرينج زين؟ السؤال هو شيريد السؤال؟ المطلب الثاني المطلب الثاني total work done by the guys إذا total work done by the guys يعني لازم أحسب المساحة الأولى زائد المساحة الثانية زين؟ مثل ما تشوفون هذا trapezoidal شبه من حرف التراpezoidal المساحة مالتا اتذكروا كلامي مساحة مالتا معدل الأضلع المتوازية معدل الأضلع المتوازية عندي هنا كم ضلع عندي لهذا المساحة؟ عندي أربع ضلع عندي هذا الضلع وهذا الضلع ما متوازين لكن هذا الظلواء أو هذا الظلواء المتوازين ، لكن لا تساوي بالقيام لكن متتوازين فمساحة التropezoidal ، يساوي معدل الأضلع المتوازية في المسافة بيناثون أو إذا لم تدر أعجبك هذا الكلام ، مساحة المستقيل زائد مساحة المتبت إذا أنالّك بشكل عام ، إذا ربك تريد على تحلتها بعض الخطوة تجعل funciona معدل الأضلع المتوازية في المسافة بيناثون معدل الأضلاء المتوازية عندي هذا الظلاء 200 وهذا الظلاء ك22 أجمع 200 زاية 320 وقسم 20 هذا طلع عندي المعدل ما للأضلاء المتوازية في المسافة بين المسافة هي 0.1-0.5 راح يطلع عندي المسافة منها هنا فطلع عندي ثلاثة كيلور جول ثلاثة كيلور جول هذا طاقة عانية أشوفها من المنظومة طاقة عانية أشوفها من المنظومة وفعلا شفتها إنه كبس عندي السبريق ومو بس كبس السبريق حجم ما تغير مرتين فإذا يطلع عندي positive نجي إلى الجزء الأخير The fraction of the work done against the spring to be compressed مثل ما قلنا هذا المساحة الثانية هو المساحة اللي شغل إضافي تسويه حتى نقدر نكبس السبريق فهذا هي مساحة الجواب السؤال الثالب جزء الثالب The fraction نسبة أو الجزء اللي يكون ضد شغل السبريق The fraction of the spring area at the region 1 The fraction of the region 2 اللي هو عندي مثلث مثلث نصف القاعدة في الارتفاع سأدي القاعدة مالتا الارتفاع مالتا راح سندي هو هذا الجزء وهذا الارتفاع اللي هو 320-200 هذا الارتفاع 22-200 في القاعدة مالتا هذا هو المسافة اللي هو .1- .05 اللي يطلع عندي .05 فعددي ثلاثة كيلو جول فعددي البداية تلع عندي ثلاثة كيلو جول من هذا الثلاثة ثلاثة كيلو جول حتى تغلب على قوة السبريق حتى تغلب على قوة السبريق هنا ما شفنا الجداول لكن إذا أريد أحول هذا السؤال إلى جدول هنا أقول لك مثلا إياز 143A قال مكعب 340A إن شاء الله 200 كلا باسكال وما راح أقول لك الحجر مالتش لكن أقول لك حالك المادة الشميلية وانطيك الكتلة وانطيك الكتلة وما انطيك الحجر تروح للجداول طلع الحجم النوعي تجي طلع الحجم البداعي من جزء ثاني أنا ما راح أقول لك يعني أقول لك إنه تحل نفس الحال ما تحتاج الجدول لكن تحتاج الجدول حتى تطلع فقط حجم البداعي تضربها في اثنين وتحل بنفس هذا من الموال يعني أقدر أربط هذا السؤال بشكل بسيط جدا بالجداول الفكرة الأساسية بهذا السؤال إنه الموفين باوندري يطبق هنا بشكل ملحوظ إنه عندي باوندري بيتحرك يتحول أن يصبح عندي شغل هذا الشغل حتى لو ما عارف نوع الأنجاز إذا أقدر أتعرض بالPV مثل ما عندي إحنا إذا أقدر أتعرض أقدر أتنبع القاعدة اللي تقول إنه مساحة تحت المنحة يعني في دايقرام PV هو يساوي كمية الطاقة المرتبطة بباوندري باوندري نجي إلى السؤال طبعا أذكركم أذكركم Springwork مثل ما وجدنا هنا مساعة هذا المستقيل أقدر أجدها من هذا القانون أيضا إذكرون هذا القانون الشغل مال Spring يساوي نصف Kx تربيع 2-x تربيع 1 كانوا عندي كاينماتيك إذا أقدر أستعمل هذا الكلام أيضا إنه أخذ الإزاحة الأولى صفر الإزاحة الثانية هي 0.2 مثل ما وجدنا وعندي ثابت التناسب مال Spring أيضا مثل عندي نفس الكلام فإذا تجيب من هذا أو تجيب من هذا الاتجاه أن الاتجاه التلاثة إن طوك نفس النتيجة نتوم نفس النتيجة زين نظ työ نجي إلى I like 33 of a gasadas a constant pressure هذا السؤال هذا الإ coincidence مهم أ windsward هذا الجزء هذا الجزء هادول الأ 23 رح أشرح هذه الإ Beefs وهذا الإ URL عديد here فشوف في الأمام شي يقول عندي Piston Slipper يحوي 25 غ من Saturated Water Papers يعني حالة المادة من طينية المادة ماء وحالته يساترات ال Papers يعني ال-X سوى واحد ونال-Quality سوى واحد هذا يتحقق بأسكال ثلاثة كلا فاسكال يقول ان هذا الماء يقع تحت ضغط ثابت مقدارة 30 كلا فاسكال حسا ضفت له هيتر ضفت له هيتر ضفت له هيتر ضفت له هيتر الهيتر الموجود عندي احنا شغلته بحالة ديمور بي 0.2 أمتير من الكهرباء بمقدار بفولتية 120 فولت هاد الكمية من الكهرباء شغلته 5 دقائق مردت بي 0.2 أمبير و120 فولت هذا الهيئة هذا الهيئة هذا الهيئة التيار مر فقط لمدة 5 دقائق فقط لخمس دقائق بحالة دقائق تبا كهرباء 1.2 أمبير وكهربة 2 دقائق تبا كهرباء مردت بي 0.2 أمبير وكهربة 5 دقائق أنا أتوقع أن الجزء من هذا الحرارة أيضا ينفقد في نفس الوقت الذي أمطي بي شغل ده أفقد حرارة مقدارة 3.7 كارجول هذا هي الحالة البداية Saturated Water Vapor الضغط مضى 30 كيلو باسكال هذا الحال البداية الضغط ثبت عندي لكن لازم أعرف الحالة النهائية ولا ما صار عندي إضافة شغل وفقدان حرارة ما راح يصير هو ما ديسأل هذا الستيج بالجزء الأول ديسأل شو دار فورا وحناش ديقول clause system the boundary system عندي clause the boundary work WB and the change in internal energy delta U in the first law يعني first law يعني first law of thermodynamics can be combined into one term اللي هو delta enthalpy فورا يا واحد إذا كان عندي الحالة هي constant project process إذا نشيدي راح نشتقة هسا صحيح صحيح عند التوت بشرطين الشرط الأول إنه system closed شرط الأول إنه system closed والشرط الثاني الضغط ثابت إذا واحدة من الشرط انفقت الشيء راح يشوفه هنا مصح مصح إذا لازم يكون system closed ولازم يكون الحرارة بالضغط ب constant زين خلينا نبدأ بالأساسيات اللي إحنا نعرفها إنه عاني عرف first law of thermodynamics first law يعني first law يعني first law of thermodynamics الحالة القانون المال تعرفها بشكل عام كمية الطاقة الداخلة minus كمية الطاقة الخارجة هذه الطاقات اللي هنحلقها بالحرارة والشغول والماز النت change بهذولا يعني المعدل الجبع الجبري لهذولا يساوي عندي التغيير بطاقة الداخلية للمنظومة اللي يشمل internal والكيناتك والpotential وأني أنواع أخرى ما نعرف فأنا فقد ناخدها ثلاثة نوع هذا هي general هسا يجي طبق على حالتي هجي أقول تذكرون بداية المحاضرة هنا هنا ربط ال-Q وال-W ال-N وال-Out كلهم بمعادلة واحدة هذا المعادلة صح مثل عندي close system هنا طبقة مباشرة المفروض أني أضيف كلام هنا هنا أقول for close system قبل ما أكتب هذا for close system الماس الإنجل اللي لقى بالماس أيضا عندي صفر عند إذن أكتب Q-W إذا ما أكتب هذا الكلام يعني هذا غلط من عندي مفروض أكتب هذا الكلام وإذا ما فضعت ما أكتب هذا الكلام فالمعادلة أحسر عندي فقط حرارة وشغل وإحنا قلنا الحرارة ماينس الشغل الـ Q-Net ماينس الـ W-Net أكدر أكتبها بهذا الشكل الجزء الأيمان يساوي عندي دبل دلتا-E الدلتا-E اللي هو دلتا-U دلتا-Kinetic و دلتا-Protational السيستم ما حاجة أي شيء أنه الماء هذا بيتغير ارتفاعه أو بيتغير سرعة حركته يعني الماء بسرعة فإذاً هي Stationary System فإذاً الجزء الكائناتك والجزء الـProtational أيضاً فيتحول عندي المنظومة هذا المعادلة الجنرال إلى هذا الحالة الخاصة إلى هذا الشكل Q-W سعي دلتا-U سعي عندي دلتا-U صار عندي Q-W سعي دلتا-U أرجع إلى الـ W أرجع إلى الـ W الـ W الـ Boundary Work الـ Moving Boundary Work هي الجزء من هذا الـ W هي الجزء من هذا الـ W أوكي؟ خلوها في بالكم لا تنسون أنه الـ Boundary Work الـ W-B اللي سعي عندي تكامل من 1 إلى 2 Pressure دلتا-V هذا الـ W هي الجزء من هذا الشغل الجزء من هذا الشغل فأستخرجها خارج هذا الـ W من أنه عندي إشارة سالبة هنا فيأخذ نفس الإشارة السالبة فيأخذ نفس الإشارة فيأخذ نفس الإشارة كلمة إشارة كلمة إشارة بمعنى أنه يشمل جميع الـ Work البقية اللي هو مثلاً عندي حرارة سبرينغ أي نوع أنواع الشغل الأخرى ما عدا الـ W فالـ W-Boundary فالـ W-Boundary طلعت خارج القابل جميع أرجع إلى الجزء الثاني الجزء الأيمن من عندها هذا الدلتا-U طبعاً لازم أخذها بين 2 states لازم أخذها بين 2 states فأرح سريندي D-U سريندي state النهاية منس state البداية أو state الثاني منس state الأول بهذا المثال بس هنا من الدر أقدر أقول U-Final منس U U-Final منس U-Final الآن هذه المعادلة هذه المعادلة لحدها فقط استعمل closed system فقط استعمل closed system بعدها لم تستعمل constant pressure بعدها لم تستخدم constant pressure الذكرون بالمحاضرة السابقة الـ W-B من يكون عندي الضغط ثابت يعطى بهذا الشكل الـ W-B من يكون عندي الضغط ثابت الضغط ثابت 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 الضغط ثابت الضغط كامل من pay Financial اللذي من يكن انو اخرج 2014 الصدق هذه المعادلة P0 يعني قزة P constant V2-V1 يساوي U2-U1 حس استعملت هذا الشرط أيضا المعادلة فإذا هذا المعادلة هذا واللي يطلع عن وراء يتحقق فقط من يكون عندي constant pressure process or close system لكن P constant يساوي عندي الضغط الأول ويساوي عندي الضغط الثاني ويساوي عندي P0 استفادة من هذا الprofessional أجي أقول P0 في V2-P0 في V1 وكلهم أخذهم من الطرف الأيمن كلهم أخذهم من الطرف الأيمن P0 في V2 بدل P0 استعمل P2 نفس الكلام لأنه الضغط عندي ثابت الضغط عندي ثابت راح يصير عندي من الطرف الأيمن U2-P2-V2 ليش لأنه إشارة عندي سالب هنا يصير عندي موجة بجج الطرف وهنا عندي إشارة سلبة 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 موجة بسلبة حول ذلك الطرف يصير عندي بالسالب فرح يصير عندي P0-P0-V1 بدل P0 أعوذ P1 فرح يصير عندي P1-V1 زائد U الكل بالسالب هسا تحول عندي هذا المعادلة بهذا الشكل حسناً إذا ذكرون الفصل الثاني حينما بلنا الإنفالسية الإنفالسية يساوي طاقة الداخلية زائد الطاقة التي يحاول أن يغيرها من تغيرها من الطاقة الداخلية الطاقة التي تتغيرها من تغيرها من تغيرها حجم والضغط أول ضرب بين أنهم أين بالحالة الثانية؟ إذا ذكر التعريف الإنسالية يساوي إنترنال أنيرجي زائد الانيرجي تحاول عندي المنظومة QW يساوي H2-H1 ويطلع عندي الكالوجون وهذا بضبط ما هو يريده بالسؤال ما هو لا يريده بالسؤال السؤال يقول شوداد ويطلع عندي المنظومة ويطلع عندي المنظومة والتعريف الإنسالية في المنظومة المنظومة يمكنك تحضير في واحد المنظومة وفينا الU وبضغط كلهم ربطنا بتحت تسمية الإنصالية الU يعني الإنصالية U-U1 هو ضغط فإذا هذا الـ الـ بالنسبة لي لا أحفر هذا الكلام دائماً الحالة من يجي عندي أشتق من الحالة من الحالة إلى أن أصل إلى المختل يعني الإنصال هذا عاني أسوي لكن إذا أنت ما تقدر تسوي هذا عندك قابل خط فسوي عندك ورقة وخلي هذا الورقة يطلع عندي إنه إذا عندي الحالة مثلاً هنا الـ هو هذا قامل لكن أنا بالنسبة لي أشتق من البداية دائماً أشتق البداية زين هنا صار عندي Q-W أظهر شوفنا الـ هنا بعد ما يدخل به ما استفادنا من الـ حتى نكتبها بدلات الإنصالطية الإنصالطية هي مجموعة القوى المجموعة الطاقة اللي تحوي منظومة بحجمة زين هذا صار عندي هذا هو الكريدة بالفصل الأول اللي هو نفسه كوفو نفس الكلام عندي هنا زين تعقيباً على هذا الـ المجموعة 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 هذا الكلام يكون ضلطة يوجد VW هذا الـ استعملت حتى أوصل إلى هذا الكلام يقول هذا يكون غير صحيح إذا حتى لو كانت المنظومة خلال ضغط مثل هذا الكلام بهذا المعادلة صح من يكون خلال لعني لماذا تأكد عن هذا؟ أنا متأكد راح أغلقهم بيان. نجي إلى جزء الثاني determine the final temperature of the process. أذكركم من أريد أعرف property للمنظومة أو property لستيت معينة لازم أعرف نوع ولازم أعرف حالة المادة. نوع المادة وحالة حتى يقدر أجد property من الجداول. إذا جئنا للثاني الذي نعرفه أنه الضغط ثابت. ثابت عنده 300 كيلو باسكالي. لكن ما عندي أي property أخرى للمنظومة. صح عرفه هو ماي. في الحالة الأولى من يكون عندي الضغط. ما صار أي نوع من أنواع انتقال الحرارة أو شغل إليها. زي. أحتاج property أخرى. أحتاج property أخرى. راح استفاد من الجزء الأول حتى أجده. هنا. since pressure is constant. قاعدتنا تقول ما دام عندي pressure constant. و closed system. زي. أريد استعمل هذا القاعدة. زي. ال H. هنا ال H. هذا ال H capital. كيلوجول. اللي يطلع من الجزء الأول هي كيلوجول في الكيلوجرام. لأن لازم أقسم على الكتلة أو ضرفي كتلة. هذا property. هذا property أقدر جدا من الجزء. كل مادة إلى internal energy. من الجزء الأول. و تواجهنا ال H. بالضمن و يجب أن إذا أعرف مواصفة أخرى. فاستفاد من هذا القانون. فإلا أربع مواصفات إياهم. واحد من المواصفات التي تحتاجها هنا. إنه الضغط أعرفها. أريد آحفم. أريد آحفم. أريد آحفم. أريد آحفم. أريد آحفم مواصفة أخرى. فاستفاد من هذا القانون حتى أجد هذا السفر أخرى اللي هو الـ H2 من هذا القانون أرجع إلى الجزء الأيسر من عده أريد أن أعرف الـ Q والـ W أضل دعونا نرى القوائل الـ Energies الموجودة عندي بهذا المنظمة عندي الـ Energies الخاص بالكهرباء الـ Electra الشغل وعندي الـ Q out الحرارة الخارجة شغل داخل وحرارة خارجة الشغل الداخل الشغل الداخل اللي هو شغل الكهرباء راح يساوي عندي الـ Power اللي هو يساوي عندي الـ Voltae في التيار الـ Voltae في التيار هذا يطيني Power يعني يطيني كيلوجول ساكد كيلوجول بر ساكد أنا ما أريد أستعمل كيلوجول بر ساكد أنا فقط أعرف الكيلوجول كيلوجول أضربها في الـ Time مثل ما شرحنا هنا مثل ما شرحنا هنا فأني أعرف الـ W-Dot أعرف الـ W-Dot اللي يساوي عندي الـ Voltae في التيار أضربها في الفترة الزمنية اللي اشتغل بها حتى يطلع عندي الـ W بالكيلوجول أو بالجول فاستفار من هذا الملخوضة 120V في 0.2 Ampere كلها منطنيا بالسؤال والسؤال يقول الـ Q-Out أو الحرارة المفقودة هي 3.7 كيلوجول هسا عرفت الشغل وعرفت الـ Q هسا أجزاء إلى القانون هذا هنا أريد أعرف الإشارات ما لا تكون حسب هذا القاعدة أو حسب هذا القاعدة زي أجي هنا أقول أذكرك إنه Q Q بهذا القانون يساوي عندي Q-Net ويساوي Q-Q-R والـ W-Out يساوي عندي W-Out منس W-Out خلي نرجع الشغل اللي يدخل إلى هذا الـ Piston هي W-N فإذن إشارة سالب إشارة سالب والحرارة اللي ديصير بهذا المنظومة هي حرارة مفقودة مفقودة إذن الـ W أيضا يساوي بالسالب فإذن Q هنا سالب منس Q-Out وهي 3.7 كيرا جول والـ W-Out سالب منس W-N سالب منس W-N اللي هو وجدنا 7.3 كيرا جول فإذن صار عندي المعادلة بهذا الشكل سالب Q-Q-Out خلي إشارات الـ Q-Out يصير بالسالب يصير عندك بالسالب يصير 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 عندي Delta H زي Delta H هذا total هذا كيلو جول الكتلة الثابت أقدر استخرجها خارج الطرس جزء الجزء الأيسر كله معلوم عندي W موجود W-Out كله موجود هذا كله معلوم الطرف الأيمن H2 مجهول بها وأنا أريد أعرف هذا H2 حتى غوية الضغط أعرف حالة المعادلة يصير به حتى أعرف الحرارة النهاية من الجدول H2 مجهول H1 أقدر أجدها من الجداول ليش لأنه ضغط 300 كلا باسكال وقال لي يشنه saturated water vapor إذا من جدول A5 الضغط 3 كلا باسكال وأعرف هي saturated ما بمجال إذن أقول H اللي يطلع من ذا الجدول هو H gas ليش H gas لأنه saturated water vapor صير على الطرف الأيمن هنا يطلع عندي H وان طلع عندي هنا هذا H وين عوض عوض بدل هنا بس جدوا بالكم كيلو جول إذا نطلع في الأي سر أيضا سأ عندي كيلو جول إذا إذا تغل 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 بها دول راح يطلع عندك التطبيق صح النتيجة يصير عندك غل فلازم تراعي الوحدات أيضا فأخلي هنا بالكيلو جول كل كيلو جرام القرام عندي 25 قسمة على الف حتى يتحول إلى كيلو جرام في يطلع عندي قيمة ال لأن الطرف الأيمان كل معلوم الطرف الأيمان ووجدت الكتلة معلوم يطلع عندي ال يطلع عندي ال يساوي عندي هذا الرقم حسا صار عندي الضغط معلوم والحالة الثانية الضغط هو constant والحالة ال 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 فصار عندي أقدر أستعمل الجدول اللي هو جدول أي خمسة من الجدول A5 راح اكتشف إنه الحالة ما تيه super heated water كان بالبداية saturated water vapor صار super heated vapor يعني راح تشوف إنه هذا ال أكبر من HG التي تجدها من جدول A5 فصار عدي super heated water أرجع إلى جدول A6 تحت ضغط 0.3 نيجا باسكال وهذا الرقم تكمل هذا الرقم اللي راح شونه بالجدول أعتقد 2865 جول إنه نقول تقريباً درجة الحرارة 200 درجة سيليزية لا تسوي interpolation لا تحلق وقت تقريباً تقريباً الحرارة التي يطلع عندي مقبولاً 200 درجة سيليزية أو 199 999 درجة سيليزية عند 200 درجة سيليزية هذا اللي راح تشوف بالجدول أعتقد 164 65 وكسر كل شيء قريب على العلقة مقابلة الحرارة 200 درجة سيليزية أعقل 200 درجة سيليزية هذا السؤال كل كان يجمع الموجود الفصل الثاني والثالث والرابع كله بسؤال واحد سيليزية قبل ما ناخذ المثال الوراء أقدر اسم PV Diagram أو PV Specific Boliore السؤال كان قاعد لي الحالة الأولى كان Saturated Vapor وأنا الحالة الثانية اكتشفت هي Superheated Vapor والضغط ثبت بي لأنه هي Constant Pressure Process أو Isobaric Process الضغط ثبت عند 300 درجة كيلو باسكال العفوق تحول من State الأول إلى State الساعة نحن 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 example آخر هذا example سيشرح عندي هذا الكلام سيشرح عندي هذا expression سيشرح إذا ما يتحرك حتى لو الحجم يتغير ما سيصبح عندي إمرجي هذا الكلام سيشرح هنا سيشرح هنا سيشرح من تسميتها من تسميتها رجل تانك يعني الحجم لا يتغير الحجم لا يتغير رجل تانك هذا الرجل تانك قسمتها إلى قسمين متساويين اشلون خليت بينها تم وصلة يعني خليت مثلا التانكي هذا من ثلاثة معينة زين تانك جبت قطعة تانك أخرى وعزلت هذا التانكي بحيث صار عندي الجزء المقسومات بالضبط لهم نفس القياس نفس الحجم يعني two equal parts by a partition initially في الحالة البداية واحدة من partitions هذا يعني الجزء مثلا هنا الأسفل خليت بي ماء one of the tank contain and one of the side متانك لافو one of the side or one of the part contains خمسة كيلو جرام من الماء اللي يكون ضغط بي 200 كيلو فاسكال يعني عالة من الضغط الجوي مرتين والحرارة بيها 25 درجة سيليز هي زين هذا بالبدالة and the other side الجزء الآخر هذا صار به باكيوم سحبت الهواء من عندها سحبت الهواء يعني ما بي كتلة ما بي كتلة إذن هذا المنظوم الكتلة بي ثابت لأنه إذا ما بقي بي هواء الكتلة يتغيره هنا أضيف الكتلة المي وكتلة الهواء لكن هنا جيت سويت له باكيوم سحبت كل الهواء بحيث صار عندي هنا هذا فرار ما بي أي نوع من أنواع المادة فبالتالي كنت وكتلة صفحة هذا وين؟ هذا في الجزء الثاني هاس إش سويت؟ جيت هذا البارتشن أو هذا الجزء سحبتها سحبتها بحيث خليت الماء يشغل عندي كل الحيز هذا هنا يقول بحيث بحيث يتمدد إلى الماء يتمدد وشغل كل هذا الحيز بالحيز الماء يمكن أن تغير حالة بحيث منه حتى ميز بحيث إلى 25 درجة سيئة طبعاً ما تحب صار عندي بحيث الماء رح يتغير حالته ونتيجة تغير هادة الحالة رح يسحب حرارة من المحيط رح يسحب حرارة من المحيط لكن أنا خليت يسحب حرارة إلى أن يصل درجته إلى نفس درجة الحرارة البداعية اللي هو 25 درجة سيئة يعني هذا بحيث بحيث زين بحيث 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 هذا يريد كمية الحرارة اللي يكتسب هذا المنظومة حتى يرجع درجة الحرارة إلى 25 درجة سيئة لأنه بالتأكيد رح يد ما دام يقول هذا الكلام إذاً أكون حرارة ضيخ فض نتيجة هذا الباك يعني فلنبدي بالأول بحيث 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 فلنبدي بالضغط أطلع الضغط أقرأ الحرارة التي أعرفوا تسوي الحالتين حالة الأولى أو الحالة الثانية بكل الحالتين يظل عندك هذا المنظوم هي اقدر استعمل جدول اي سبعة ايضا لكن انت اهمل هذا الجدول اي سبعة دائما ارجع لجدول اي اربعة لكن طلع جدول اي اربعة دائما طلع من الحرارة طلع من الضغط شوية سبب اختلافات فتحت الحرارة اي اربعة الحرارة 25 درجة سريزية المادة هي لن يكون الحالة فول مادة يعني سعيد وجدت الحجم النوعي الكتلة منطينية الحجم النوعي الشي سابقي؟ سابقي دي كتلة sujet الكتلة موجودة عندي عندي الفجم النوعي أقدر أطلع الحجم هذا الحجم حجم النوعي عندي كتلة ثابتة يظل عندي بالمنظومة يوى كتلة الماء يظل عندي الحجم الأول يظل عندي هذا الحجم أريد الحجم تotal البداية الحجم البداية الحجم هذا عندي الحجم التوطل اللي قلت استفاد من هذا الكلام انه عندي 2 equal parts يعني الحجم الضعف الحجم الضعف يعني حجم هذا الضعف مرتين فاذا استفاد من هذا الكلام فقط اجي اضرب هذا في اثنين يطلع عندي حجم التنك مرتين من الحجم يعني عندما دا سويت عندي تنكي قصرتها بالضبط الى قسمين متساويين فاذا ارفت واحدة من الاخسام اضربها في اثنين يطلع عندي حجم التنكي كلها هسا هذا volume of the tank اريد the final pressure يعني الحجم الضغط الضغط بالحجم يصير عندي الماء يحوي بكل المنظومة يعني من يرفع هذا الpartition الضغط طبعا بالفاينال الحجم النوعي يقدر اجده حجم النوعي يسبب حجم الثاني اللي هو حجم التوتال على الكتلة يصير عندي الحجم الثاني معلوم الحجم النوعي الحجم النوعي معلوم درجة الحرارة 25 درجة درجة سليزية هذا بالفاينال الثاني اذا اندي الحرارة واندي الحجم النوعي ابدأ استعمل الجدول اي اربعة حتى عارف حالة الماندة زين من ادرح الجدول اي اربعة اشوف انه اذا ما ادرح الجدول اذا المادة عندي هي ساتشوريتد يعني ميكسر ساتشوريتد ميكسر ساتشوريتد مكعم من جدول اي اربعة راح يصير بين البي اف وبين البي جي اكبر من البي اف وازغر من البي جي اذا ماده هي ساتشوريتد ميكسر من عرفته ساتشوريتد يعني تحتاجها في جدول الضغط الحرارة يقرأ تحت هذه الحرارة هو ساتشوريتد الاني يدأ من السؤال الضغط ينظر الى 3.160 كيلو تاسكال وانت تتوقع تسويه بعد يوم فتوقع الضغط ينظر تحت ضغط الجوحي ينظر تحت ضغط الجوحي ساتشون الجزء اخير هذا هو جزء الأهم هنا مثل ما تشوفون من بداية السؤال ما أخذ الباوندري على طول التنكي كلها ليس على كل الباوندري على طول التنكي كلها على كل التنكي طولها هنا حتى لو المي تغير حجمها من الحجم الأول إلى يحزد الكل الحيز ما دام الباوندري ما أتحرك نصر بي موفين فما عندي موفين باوندري موفين باوندري لأنه تخلى الوحدة من الشروطة إنه الباوندري ما انت ما ديت حبك هذا هو الكلام النام أيضا أن الواتر تغير حجمها يعني زاد حجمها أو تغير حجمها تغيير حجمها تغيير حجمها هذا الباوندري ما انت تغير حجمها تغير حجمها تغير حجمها لأنه الباوندري ما يتحرك ليس من الباوندري ليس من الباوندري تغير حجمها تغير حجمها عندي حرقة لكن هذا الكلام لم يتحقق عندي هنا فإذن الواتر فإذن الواتر الموجودة هنا نتيجة الواتر 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 إذن الواتر أرجعكم تمق بها الواتر الواتر هذا الكلام عندي هنا ال WB صفر يعني هذا الطاقة الموجود عندي هنا هذا ال D سأعي عندي صفر والسؤال ما بي أي نوع من أنواع الطاقة لا عندي طاقة كارباية دي يدخل ولا عندي سبريك دي يشتغل ضده هذا الجزء أيضا سأعي عندي سالم يعني إذا أجل هذا السؤال هذا ال W كله صفر هذا ال W كله صفر لكن هذا الكلام ال W كله يساوي عندي صفر هذا الكلام يكون غير دقيق إذا إلا لازم تقول أنه الباونداري موفيك باونداري وورك أيضا يساوي صفر إذا نجيب لك إياه بدل ما أسوي هذا الشيء أخلي بسطون هنا هنا من أخلي لك بسطون ما إلك حق أي نوع من أنواع انتقال مو الحرارة أي نوع من أنواع التراسفير أوف وورك ما تقدر كله يساوي صفر لأنه ال W هذا ال W يحوي في حيثياته الشغل الذي يجب للكامر بقي الأنواع شغل زائلا الباونداري وورك زائلا هذا الفصل لكن هذا السؤال خصيصا بهذا السؤال لأنه الباونداري وورك صفر لأنه ما عندي موفيك باونداري وكذلك ما عندي أي نوع من الشغل على هدومة عندئذن أقول ال W يساوي صفر عندئذن أقول ال W يساوي عندي صفر إذا صار عندي ال W يساوي صفر يتحول عندي الحرارة يساوي عندي دلقيه ديو شي ساوي عندي هنا ديو ساوي عندي هدو يصير عندي كلها بال كيلوجول مثل ما ساويت بالسؤال اللي قبل بالانفال في صار عندي كتلة في U2-U1 يعني كيلوجول 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 اللي أقدر أجدها من الجدول هذا ال W فليش كلها دا سوي حتى عرف كمية الحرارة اللي دا يدخل للمنظومة كمية الحرارة اللي دا سحبها للمنظومة هذا ال Q هذا هو المجهول الثابت هي كتلة الماء اللي هنا وصار عندي وصار عندي فالكتلة الماء عندي ثابت U1 و U2 لازم أجدها من الجدول أقدر أجده U1 وأقدر أجده U2 زين هاست صار عندي كل مشكلة أجد U و U2 أجي أقول U1 إذا ذكرون بالU بالحالة الأولى ثبتنا أنه المنظومة هي فإذا U يساوي UF يساوي UF هذا منها جدول جدول أي أربعة بالضغط 25 درجة السليزية اللي وجدت بي specific volume أيضا نجد بي اللي يطلع عندي كيلو جول كيلو جرام كو ب الحالة الثانية ثبت هي saturated liquid ثبت هي saturated liquid vapor mixer ثبت إنه ميكس جد إذا U2 ما أقدر أجد أخرى من الجدول مباشرة لازم استعمل هذا المعادلة لازم استعمل هذا المعادلة إنه يساوي UF زايدة X في U في F في G لأنه عندي مكسجر عندي حالة غاضية وحالة سائلة خبط ثانية ثم سوى فلازم فلازم استعمل هذا الحالة المشكلة راح تواجه إنه X 2 ما راح تعرف UF و UF G تقدر تجد من الجدول مثل ما سونا بالحالة الأولى لكن X 2 ما تقدر تجد إذا ترجع هنا بالتابل A4 UF UG وجدت UF UG وجدت VF و VG وجددهم نفس الشيء أقدر أجد UF و UG من هذا specific volume من هذا specific volume أقدر أحسب X لأن X 2 معلوم V 2 معلوم أقدر أحسب X حسنا U أقدر أحسب X من specific volume F و VG و VF لأن أعرف V2 أطبق نفس القاعدة هذا نفس هذا القاعدة نفس هذا القاعدة لكن بدل U أستعمل V ف V2 يسوي VG وأعرف V2 عندي بالسؤال minus VF على VF G يتلع عندي X 2 هذا وين أجدت X 2 أجدت من specific volume أستعمل هذا X 2 بال internal energy UF و UF G شنون أجد VF و VG VF و VG أيضا أجد UF و VG من هذا table A4 من table A4 تحت حرارة 25 درجة سيليزية أجد UF و UG زين وعندي X عوضهم يطلع عندي U2 أرجع U1 موجود عندي U2 موجود عندي روبر بالكتلة لكن كتلة كبيرة 5 كيلو جرام فكمية الحرارة اللي يقدر يسحب هذا المنظوم هي 0.2 كيلو 0.25 كيلو أو 250 جول 0.50 جول هذا هو QN بالنسبة للحالة المادة أول حالة P-V Diagram أو P-Specific Volume Diagram نستشي أنها فقط ختم عن كتلة بالبداية تعني decompressed Saturated Liquid تحول إلى بالحالة الثانية هو Saturated Liquid فيصير عندي هذا هو الحالة